السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ترتيب مجموعات كأس العرب الجولة الأولى بعد مباريات اليوم السلساء 3011 2021 30 نوفمبر 2021 اليوم الأول من الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 اليوم متابعين الكرام كان عندنا أربع مباريات للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية تونس فازت على موريتانيا 5-1 أحرز هدف تونس في الدين الجزيري في ديئة تسعة وتلاتين محمد العربي ديئة واحد واربعين سيف الدين الجزيري في ديئة التانية وقفت ضعف الشروط الأول محمد العربي في ديئة واحد وخمسين ويوسف المساكني في ديئة واحد وتسعين هدف موريتانيا جي في ديئة اتناشر الوقت بضعف الشروط الأول ضربة جزاء سجلها مولاي خليل متابعين الكرام على عراق تعادلات أم عمان واحد واحد احرزها في العراق حسن سيد ضرب جبار حسن جبار من ضرب جزاء في ديئة 98. هدف عمانجي في ديئة 78. ضربة جزاء لصلاح اليحيائي. قطر فازت على البحرين واحد صفر احرز الهدف في ديئة. هدف العراق كان عن طريق حسن عبدالكريم جبار في ديئة 97 من ضرب جزاء. هدف قطر بعد عن طريق عبدالعزيز حاتم محمد عبدالله في ديئة 69. والامارات فازت على سوريا اتنين واحد وبالنسبة الاهداف. اقول لك عليهم. كايو كانيدو في ديئة 24 وعلي صالح في ديئة 30. وارد سلامة سجل هدف سوريا في ديئة 60. خلنا نتعرف على ترتيب المجموعات بكرة بإذن الله تعالى توقع للجزائر امام السودان مصر امام لبنان والمغرب امام فلسطين والسعودية امام الاردن. توقع على زين من براية واكتب لزلك في التعليقات. الفائزين معنا في المساوكة الرياضية عندنا اول فائز الاستاذ زيدان سالم. وبرها صعبة جدا من التخابيل لكن اتوقع تعادل واحد واحد يقصد العراق وعمان. شكر حضرك على التوقع الصحيح. قناة تي جي ان ام. اه شكر حضرك على التوقع الصحيح. اولا يعني ولكن يا ريت تكتب لي الاسم عشان نقرأه يعني. واحد واحد تعادل بين العراق طبعا وعمان على الفيديو بتاع العراق وعمان. شكر حضرك على التوقع الصحيح. الاستاذ معاز حسن احمد فوس قطر واحد صفر. شكر حضرك على التوقع الصحيح. قناة اسمها سهايب مضحكة يعني ياريت اتوضح لي الاسم اكتر لو انا بكرة او غلط بعتذر فوز قطر واحد صفر شكرا حضرك على التوقع الصحيح قناة ذكريات لا تنسى شكرا حضرك على التوقع الصحيح فوز الامارات اتنين واحد اشكرك على التوقع الصحيح قناة سوفياني مونا اكيد هي مونا سوفيان انا شايف كده اسمها مونا سوفيان اعتقد يعني فوز قطر واحد صفر شكرا حضرتك على التوقع الصحيح لو انت مونا ل يا�سو فيان. وياريت لو حضرتك راجل يعني او يعني وقل الاسم. يعني شكرا حضرك على التوقع الصحيح في على كل حال يعني. قناة زكريات لا تنسى ايضا. فوس كاتر واحد صفر. شكر حضرك على التوقع الصحيح. الاستاز حسين البازوني. اشكرك على التوقع الصحيح. تعدي الواحد واحد يقصب امارات العراق وعمين. الاستاز حسين البازوني ايضا الامارات اثنين واحد سوريا. شكرا حضرك saw the التوقع الصحيح. الاستاذة جنات الاسدية فوز الامارات اتنين واحد اشكرك على التوقع الصحيح. دلوقتي خلنا نتعرف على ترتيب المجموعة. المجموعة ايه? المجموعة الاولى. قطر في المركز الاول بثلاثة نقاط. عمان في المركز الثاني بنقطة. العراق المركز الثاني ايضا بنقطة. والبحرين المركز الرابع الاخير بدون نقاط. المجموعة بيه المجموعة التانية. تونس في المركز الاول بثلاثة نقاط. الإمارات المركز الثاني بثلاث نقاط سوريا في المركز الثالث بدون نقاط وموريتاني المركز الرابع الأخير بدون نقاط المجموعة سي فيها المغرب والسعودية والأردن وفلسطين لست ملعبتش المجموعة دي وفيها الجزائر والسودان ومصر واللبنان ولسه ملعبوش بكرة بإذن الله تعالى الاربعة واحد ديسمبر هيلعبوه هنتعرف على ترتيب الهدفين ونتصدر الهدفين اللعب محمد العربي لاعب تونس مركز الأول بهدفين وصف الدين الجزيري كذلك وفي المركز الثاني بقى أكتر من اللعبين ومولاي خليل لعب موريتانيا وصلاح لعب عمان صلاح الكيلاتي ويوسف لمساكن لاعب تونس وأكتر من اللعب اللي سجل لهدف اليوم ولكن مش مكتوبين هنا اللي هو طبعا اللعب اللي سجل لقطر عبدالعزيز حاتم محمد واللعب اللي سجل للعراق حسن عبدالكريم جبار وأيضا اللعبين اللي سجلوا للإمارات وكانيدو وعلي صالح ولعب ورد سلامة اللي سجل لسوريا دول اللي سجلوا اليوم وهم دول متصدر الأهتف اشترك بالقراءة وفعل زر الجرس عملاقي الفيديو كان معكم محمد نوردين معتازر على الإطالة نراكم فيديو آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته